بسم الله الرحمن الرحيم ما زلنا مع الجزء الثاني في هذا المقرر وهو الفليود باور سيستيمز والشابطة الثامن من المقرر وهنتحدث فيه بمشيئة الله عن الهيدروليك فالفز في هذه المحاضرة ان شاء الله هنتكلم على أنواع الديريكشنال كنترول فالفز المحابس المسؤول عن التحكم في الاتجاه والبرشور كنترول فالفز المحابس المسؤول عن التحكم في ضغط والفيلو كنترول فالفز المحابس المسؤول عن التحكم في الفيلو نبدأ بأول نوع عندنا وهو Directional Control Vulves وأول نوع فيه يسمى check valve أو ليه اسمي تاني وهو one way valve طبعا واضح من الاسم أن هذا النوع يسمح بمرور الفيلو في اتجاه ويمنع مروره في الاتجاه المعاكس allows flow in one direction and prevent flow in the reverse direction نبص على الصورة دي علشان نشوف كيفية عمل هذا النوع من الفالف بيبقى فيه حاجة هنا زي بيسمى البوبت والبوبت ديت زي لها قعدة أو كرسي كده بيبقى بتقفل عليه لو الفلو جاي من هذا الاتجاه بيقدر يدف هذه البوبت أجينست السوستة اللي هنا ويقدر يرفع القعدة دي كلها ويمر في هذا الاتجاه أما لو الفلو جاي من هذا الاتجاه فطبعا ما فيش مجال انه يمر بل إنما كلما زادت ضغط من هذا الاتجاه يزيد ضغطه أيضا على البوبت دي وبالتالي بيزيد غلق هذا المحبس الرمز بتاعه يمكن الرمز بهذه الصورة عبارة عن كرة أو بتسمى البوبت موجودة على قعدة بهذا الشكل وده اللاين اللي الفلو بيمشي فيه طبعا الصورة بتوضح إن الاتجاه لازم يكون في هذا الاتجاه فلو الزيت جاي من هذا الاتجاه بيقدر يدف البوبت دي ويعدي أما لو جاي من الاتجاه المعاكس في هذا الاتجاه لا يمكن المرور ممكن في بعض التطبيقات يتم التحكم في الضغط الخاص بفتح هذا المحبس عن طريق وجود سوستة بهذا الشكل يبقى الفلو عشان يعدي لازم ضغطه يرتفع بحيث إنه يقدر يدف البوبت دي أجينست ضغط السوستة اللي موجود هنا ودي تبقى طبقا للتطبيق أو الدايرة اللي بيستخدم فيها هذا الفلف النوع الثاني ويسمى بايلوت تشيك فالف طبعا هو تشيك فالف أيضا ولكن لما نلاقي كلمة بايلوت معناها أنه يمكن التحكم في وظيفة هذا الفلف بشكل هيدروليكي يعني أقدر أغير وظيفته أو أتحكم فيها عن طريق ضغط زيت بشكل أو بآخر هذا النوع من الفلف اللي هو البايلوت تشيك فالف اللاو فلو إن وان ديريكشن أند بريفينت زا فلو إن زرفيرس ديريكشن نفس الكلام بالزبط بالنسبة للشيك فالف العادي ولكن يزيد عليه But you can allow the flow in the reverse direction by applying by lot pressure إن أنا لو وضعت ضغط عكسي يقاوم غلق الفالف ده أقدر أفتحه في الاتجاه المعاكس وده حسب الدزاين المطلوب أو حسب التطبيق المطلوب فرمزه بيبقى بالشكل ده نفس الرمز عادي جدا اللي هو خاص بالشيك فالف ولكن بيزيد عليه إن أنا أضع هنا خط للبيلوت بريشر يبقى لو أنا حبيت أفتحه على سبيل المثال زي الصورة اللي قدامنا الفلو لو جاي في هذا الاتجاه هو بيفتح لنفسه عادي جدا ويعدي أما لو الفلو جاي في الاتجاه المعاكس فمش هيقدر يعدي إلا إذا أنا أحطيت بريشر من هنا وفتحت له غصب عام الصورة دي بتبين الوظيفة بشكل أفضل في عندي هنا كام فتحة فيه فتحة هنا وفتحة هنا لو الزيت جاي من هذا الاتجاه داخل كده هيقدر يدخل من هنا ويقدر يدف البوبيت دي أجينست السوستة ويعدي بالشكل ده أما لو الزيت جاي في الاتجاه المعاكس يعني هو جاي من هذا الاتجاه طبعا مش هيقدر يعدي لكن أنا أقدر أفتح له بإن أنا أضع بريشر خارجي من هنا فيدف السيد ده أو المكان ده بحيث أن السوستة دي تقدر أدفها بحيث أن أنا أفتح للفلو بحيث أن الفلو اللي جاي من هنا يقدر يمور وده حسب التطبيق زي ما اتفقنا ترجمة نانسي قنقر